اهلا بكم مشاهدين الكرام رجعنا لكم تاني في حلقة جديدة وحلقتنا النهاردة مختلفة تماما وانا بسميها حلقة استثنائية لان انا معايا النهاردة اسطورة من اساطير الميكاب في مصر مش بس في مصر ده في الوطن العربي وفي العالم كله معايا النهاردة خبرة اكتر من 20 سنة في مجال الميكاب له بصمة مميزة جدا في كل حاجة بتخص الميكاب سواء البيوتي ميكاب او الاسباشل افكت او تدريب ازاي تبقي تكوني ميكاب ارتست بروفاشنال ازاي تقدري تاخذي اساس علمي علشان تبقي ماشي عليه في مجال الميكاب عموما مش بس بتعتمد على الموهبة حقيقة انا شاهدتي مجروحة جدا مش هقول ضيفها بشاركني النهاردة في تقديم الحلقة او انا اللي بشاركه في تقديم الحلقة يعني شاهدتي مجروحة فيه لانه استاذي استاذي الفاضل جدا انا كل حاجة بتخص الميكاب اتعلمتها منه بيرجع الفاضل ده لي مش بس انا يعني كل اللي اتعامل معاه بيشهدله بالاخلاص في عمله بيشهدله بانه حد بورفاشنال جدا 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 مش بس في مصر زي ما قلنا هو مجاله ابتدى من سنة 95 في الامارات في دبي بدأ بالتعاقد مع شركة كاريولان الالمانية بعد كده اعتمدوه كمدرب من خلال شركة كاريولان درب في الامارات درب في قطر درب في امريكا درب في اليونان في كل انحاء اوروبا كمان في عمان في اليمن يعني حقيقية مفيش دولة حتلاقوا مستر ابراهيم الجمل مدربش فيها مستر ابراهيم الجمل صاحب اكبر واول اكاديمي في مصر والشرق الاوسط وهي جولدن ستار اكاديمي الاكاديمية دي مش بس انها بتتميز بتعليم فنون الميكاب لا هي بتعرف ازاي توظف امكانيات الفنان او المبدع او الميكاب ارتست عشان يبقى حاجة كبيرة جدا في مجاله عشان يبقى عارف انه من خلال الوش اللي بيبقى وصاده يقدر يطلع فيه احسن حاجة موجودة فيه او بيظهر جماله بشكل معين كل ده هنعرفه النهاردة مع مستر ابراهيم الجمل اهلا بحضرتك يا مساء اهلا بك يا ريم وانا متشكر قوي للمقدمة الجميلة ديت واتمنى يا رب ان احنا النهاردة نحاول ان نقدر نقدم معلومات تفيد سادة المشاهدين وخصوصا احنا عايزين ننوه عن ان احنا حابين نتكلم بخصوص الميكاب ارتست ازاي نقدر ننشأ ميكاب ارتست ونقدر انها كمان تنافس اي بلد متقدمة عننا في عالم الجمال انا عايز اقول لحريرك حاجة يا مستر هو مفهوم الميكاب ارتست ده ما كانش زمان موجود قوي يعني احنا كنا بنعرف البيوتي سنتر ويبقى فيها حد مسؤول عن ميكاب بيعملنا ميكاب رايحين خروجة رايحين شغل رايحين حفلة عموما كان المتعرف عليه هو بيوتي سنتر او سالون خاص بالتجميل لكن مفهوم الميكاب ارتست ده انتشر مؤخرا في مصر بشكل كبير جدا احنا عايزين نعرف يعني ايه سبب انتشاره او دي منين الفكرة دي هي الفكرة الاول بدأت منين بدأت اول حاجة ان احنا كنا بندور على ميكاب ارتست بتخدم الصناعة اللي هي صناعة الجمال في عالم السينما فمن هنا بدأ الموضوع ينتشر زمان من زمان جدا الموضوع دوت طبعا فبدأ الموضوع ينتشر بدأوا يصنعوا مركات بدأوا يعملوا مناهج ان ازاي يقدروا يوجيهوا الميكاب ارتست بشكل عيني وخصوصا ان صناعة السينما بتحتاج حاجات كتير جدا لان مش بس الميكاب ارتست اللي هي بتهتم بدور الجمال لا ده في اكتر من تخصص بيحتاجوا في الصناعة دي فبالتالي بتلاقي مثلا في حاجات بتخص الميكاب ارتست في حاجات تانية بتخص عالم السينما زي الميكاب السينمائي او في نفس الوقت كمان الخدعة السينمائية ان احنا زي الاسبيشال افكت زي ان احنا كمان بنستعين بالمهنة دي في كل المجالات اللي هي تخدم صناعة السينما اكيد وحضرتك انت دورك في النقطة دي انك بنيت اول او اسست اول اكاديمي في مصر والشرق الاوسط عشان تخرج منها ميكاب ارتست بروفاشنال يقدروا يعني يدخلوا في المجال ده بشكل كويس بنان على اساسها علمية فعايزين نتكلم شوية عن جولدون ستار اكاديمي نوضح لمشاهدين هي بتقدم ايه الاكاديمي عبار عن ايه الكورسات اللي فيها فكلمنا شوية عن جولدون ستار اكاديمي يعني هي جولدون ستار اكاديمي يعني بتقدم مجموعة كورسات بنبدأ خالص من الاول خالص في البيجينر ميكاب ارتست اللي هي ما بتبقاش عندها اي فكرة او اي معلومات الاول تتعرف على كل الادوات وكل الاشياء اللي تخص يعني سوريا مستر مثلا انا لو ما بعرفش حتى ارسم حاجب او ما بعرفش اعمل كنتور ما بعرفش اعمل اي حاجة في الميكاب عموما هل هقدر استجيب للتعليم ده ولا لازم يكون عندي الموهبة لا هو علشان كده حتى لو كانت الموهبة مش موجودة احنا بنحاول نخلي الموضوع ان هي دي كمان مهنة فالمهنة دي من خلالها احنا طبعا بنحاول ان احنا ايه نطورها بشكل علمي وعلم بشكل اكاديمي فهنتكلم مثلا عن المبتدئين زي ما كنا بنتكلم من شوية هتلاقي اول جوز اول دي اول نوع كورس من الكورسات هو كورس المبتدئين بعد كده كمان فيه كورس تاني اللي هو البروفيشنل اللي هي ازاي بتقدر تتعامل من خلال البرنامج الاكاديمي انها توصل للاحتراف وفيه طبعا الادفانس فيه كورس كمان الادفانس اللي هو بيكون فيه اكثر تقنية لكل الاشياء اللي هي بتقابلها الميكوب ارتست طبعا فيه كمان المصدر اللي هو كمان بيكون شامل جميع الاشياء اللي بتخص عالم الجمال يعني ممكن تلاقي الكورس المصدر ده شامل كل الكورسات اللي بتقدمها الاكاديمي يعني هو ممكن انا اتعلم ازاي اكون مدربة مش بس ان انا عامل ميكوب بشكل بروفاشنل لا ممكن اتعلم ان انا ابقى مدربة ميكوب واده كورسات اه طبعا كونك ان انت اخدت المصدر فده معناه ان انت خلاص بتكوني مريتي بكل الكورسات او كل الليفلز اللي موجودة من انواع الكورسات بحس ان اتأهلك ان انت كمان تقداري تدرسي من خلال المصدر ده اكيد انا عايزة برضه هتكلم يا مستر احنا عموما لما بنيجي نعمل ميكوب بنبقى عاوزين شوية بيز او اساس نمشي عليه يعني مش اول ما هقول انا هعمل ميكوب بقوم معامل في المراية اه الميكوب فانديشن كونتور لا في حاجات اساسية او بيز احنا بنمشي عليه عاوزين نعرف من حضرتك انه نقدر نعمله فيه هو عادة اول حاجة احنا المفروض بنتعرف على البشرة الاولى ده مهم جدا انه زي ما انت طبعا مفاهمة فيه ادوات بنستخدمها فلابد ان احنا كمان نتعرف على انواع البشرة بيلاقي طبعا ان فيه عندنا غدة مسئولة اساسية عن السطح الخارجي للبشرة فبيلاقي الغدة دي لما بتفرس كتير بينتج عنها بشرة دهنية طبعا موصفات البشرة الدهنية اللي هي بيكون فيها حبوب او لمعان في الوش كله اكيد تاني نوع مهم جدا لازم نتعرف عليه اللي هو كمان البشرة المركبة او البشرة المختلطة اللي هي بتيجي على شكل تيزون فبيلاقي المنطقة دي بس هي اللي فيها دهون والناحتين على الواجنتين بيكونوا عاديتين جدا بعد كده كمان فيه نوع ثالث اللي هي البشرة الجفة طبعا الغدة الزومية لما بتفرس خالص بينتج عنها بشرة جفة بيلاقي نتعرف عليها من خلال الملمس او من خلال الرؤية لان احنا بنشوف قشور موجودة على السطح الخارجي للبشرة دي اول حاجة لازم نعمل وبعد كده كخطوة تانية ان دي دي اساسيات بعد كده بنقوم بان احنا بنحضر الوجه قبل ما نعمل اي حاجة بنحضره ازاي بيكون في معانا الموظفات الخاصة بالتحضير بتاعتها اللي هو بيكون كلينزينج ملك وبيكون فيه تونر وطبعا بيكون فيه برايمر دي اهم خطوة اساسية ان انا قبل ما اعمل اي حاجة ان انا ارطب البشرة انا اضافها كويس من الشوائب وبعد كده بحط البرايمر بحيث ان اقدر على اساسه ابني البيز اللي انا هشتغل عليه يعني ده يفرق جدا في شكل الميكب لو انا ما عملتش الخطوات دي هيبقى فيه حاجة في الميكب مش مزبوطة هو الافضل دوت لان اردي كمان فيه مسام بتبقى موجودة صغيرة في الوش فبنلاقي ان المسام دي افضل حاجة البرايمر ان هو بيسطح الوش هو يعني طبقة عزلة اه فهي وبنفس الوقت طبعا بيعمل طبقة عزلة بيكون حامي ما بين الميكب وما بين البشرة طبعا كل حاجة بتتقال او كل حاجة بتتعمل بتبقى لها فوائد وليها مميزات على اساسها يبقى فيه شيء صحيح نمشي عليه فدي من ضمن الخطوات الاساسية اكيد يا نصر طب بخصوص ان احنا بنتكلم عن البشرة البشرة عموما يعني البشرة ممكن تبقى فيها حبوب تبقى فيها مسامات زي محرطك ذكرت هل الميكب بنسبة 100% هيداريلي كل ده ولا ممكن ان انا احتاج لدكتور قبل ما افكر ان انا اعمل ميكب او الحاجات دي عموما لا لو البشرة مرهقة او تعبانة جدا دي محتاجة طبعا اكيد دكتور ان هو يقوم بعلاجة يزابط شوية الحاجات المشاكل لكن انا اكيد طبعا لو جاتي اي مشكلة انا بردو بتعامل معها بحساسية بحس ان انا بردو اقدر ان انا مرهقش البشرة زينا عن اللزوم اتعامل معها بالخطوات اللي احنا ماشينا عليها لكن لو في دفهات او في مشاكل موجودة ده شقة تاني بعد ما بنقوم بالتنظيف بنبدأ نشوف في الوش اذا فيه اي مشاكل او لا بيكون فينا دور الكاموفلاج بيقوم بكل المشاكل اللي موجودة يقوم بتخطيطها طبعا انا الاسف ده عايزة حقا تحضرتك في الجملة دي لاني في ناس كتير مش عارفة ايه كاموفلاج ممكن انا مكنش عندي خبرة في الميكب فعايزة اعرف الكاموفلاج ده عبارة عن ايه بيعمل ايه للعيوب الكاموفلاج ده عبارة عن نوع من الانواع اللي هي بتخفي العيوب اللي موجودة على البشرة كلمة كاموفلاج يعني بيموه العيوب اللي موجودة بيبقى عبارة عن الوان مصححة على عيوب البشر فبيلاقي فيه لون الورانج الاخضر الاصفر الموف دي كلها الوان لان كل تسبغات الجلدية اللي بيكون موجودة من مشاكل فبنقدر ان احنا نسيطر عليها بالالوان دي فبالقى مثلا البشرة البيضة قوي مفروض نحط تحت العين مثلا اللون الأصفر البشرة اللي من بعد البيضة على طول نستخدم اللون الأورنج تحت العين لو في حبوب في مشاكل بنستخدم اللون الأقدر طبعا لو في أي مشاكل موجودة مثلا من تصبغات جلدية أو تباين بشرة حتة فتحة حتة غمقة المناطق الغمقة دي شحبة بنصححها بالألوان اللي هو اللون الموف فبالقى هنا سيطرنا على كل المشاكل الموجودة في الوش أكيد طب بخصوص الألوان أنا عايزة أتكلم بس في إزاي نقدر ننصق الألوان على الوش يعني بداية من الأي شادو هل مثلا لون عيني أو لون لبسي أو لون شعري هيكون فيه بينه وبين اختياري للألوان الأي شادو رابط ولا مروش علاقة مثلا علاقته بزوئي وخلاص ده علم الألوان بقى ابنا وهنتكلم عنه هلا أني طبعا كل حاجة لازم كمان تتاخد بعين الاعتبار جدا لأن مجموعة الألوان اللي اكتشفوها على ماء الكيمياء من 3 ألوان بس قدرنا نشوف كل الألوان دي كلها ايه هما الألوان السفر؟ فالتالي الألوان الأحمر الأصفر الأزرق وطبعا كان فيه الأبيض والأسود طب إزاي من 3 ألوان؟ هنازم نعرفها من الأول إزاي من 3 ألوان ولون أبيض ولون أسود قدرنا نشوف كل الألوان نحنا بنشوفها دي طبعا هم عملوا عمليه الدمج بين الألوان ديات بحيث أن يكون فيه فيوريتي من الألوان اللي موجودة ونفس الوقت اللون الأبيض بيكون لي وظيفة أنه بيفتح درجات الألوان واللون الأسود بيغمع درجات الألوان فمن هنا بنبدأ نشوف أن الألوان دي جات إزاي وفي نفس الوقت كمان بنقول إيه الفرق ما بين الألوان الدافية والألوان البردة هنلاقي طبعا على ماء الكيمياء وفاروا علينا دوات وحطوا كل الألوان دي تحت درجة حرارة معينة وقدرنا نشوف من خلال الشيء ده إن فيه ألوان بردة من خلال الألوان البردة دي إن إحنا بيدينا هينتر نتعامل بيها في الصيف والألوان الدافية نتعامل بيها في الشتر طبعا الألوان الدافية اللي هي البنيات الأورنج الأحمر الأصفر الدهبي النحاسي الألوان بقى التانية البردة اللي هي بيكون الأزرق والموف والتركواز والألوان القوية شوية فمن هنا بنقدر من خلال الألوان دي إن إحنا نبقى فاهمين اللون اللي احنا بنستخدمه طلع منين عشان لما يجي ندمجه مع اللون تاني يبقى عارفين نتيجة اللون التاني يعني مثلا لما يجي ندمج اللون الابيض مع الاسود معادة بيطلع الناس كلها معظمة عرفها انه بيطلع رماضي طيب بقية الالوان وانا بشتغل لازم ببقى فاهم اللون البني ده ايه تدرجاته من الازرع ايه تدرجاته فده بيساعدنا اول نقطة ان احنا بقى فاهمين الوان ومن خلال الالوان دي نقدر نشتغل عليها دي دي مرحلة المرحلة التانية اللي انت سألتيني عليه طبعا اللي هو ازاي قدر انصق الالوان اه ازاي قدر انصق الالوان طبعا تنصيق الالوان ده مهم جدا بنقسمه على حسب لون البشرة اول حاجة بنشوف البشرة الفتحة والوسط والغمعة البشرة الفتحة عادة بتاخد الالوان الغمعة بشرة الوسط بتاخد الالوان الوسط البشرة الغمعة بتاخد الالوان الفتحة جدا لان احنا لو حطينا اي لون غامي نختار الألوان الفتحة اللي بتناسب البشرة الصمرة طيب لو جينا نتكلم عن تنسيق الألوان هنلاقي من خلال البشرة اللبس لون العين معروف طبعا إن اللبس لازم يكون أساسي في إن إحنا كمان نحط التطش بتاعنا من خلال اللبس في الميكاب ويكون حتى لو التطش بسيط بيعبر عن إننا لابس إيه حاجة منوثقة مع الميكاب اللي أنا عمليه طيب لو مثلا في حاجات أوقات بتتعارض بقى مع اللبس يعني مثلا لون الأبيض والإسود دا ستاندر بنقدر نحط الألوان اللي إحنا عايزنا طيب لو جينا نتكلم عن واحدة مثلا لون يعنيها أزرق ولفسها أزرق هنا يحبز إن نبعد تماما عن الأزرق أي لون هنحط نفس لون العدسات ناخدش نفس اللون يعني نفس لون العدسات وراه إنتي كده بالضياء تطلع وما بتزريش جمال لون العين إحنا بنركز على جمال لون العين فبنختار الألوان اللي تظهر جمال لون العين إحنا شغلتنا طبعا زي ما أنت فهمها طبعا أكيد إن إحنا بنظهر كل مواطن الجمال أنا عايز أعرف برد المستر لو إحنا مثلا واحدة لون عنيها أزرق إيه الأنسب لها بحيث إن البنات تكون عارفة لو واحدة لون عنيها جري إيه الأنسب برضو معاها الألوان تختار إيه تبعد عن إيه لو واحدة لون عنيها بني وهكذا أنا عايز أعرف بردو الألوان أهم حاجة إن إحنا هنبعد تماما عن نفس اللون عن أي لون لون العين أكيد يعني لو أسود مش حالو نحط وراء أسود لو بني مش حالو نحط وراء بني ممكن نختار ألوان تانية تعكس وتدي جمال ونبين قوة وجمال لون العين حتى لو أسود حتى لو بني فبالتالي إحنا بنختار مثلا على سبيل المثال لو واحدة لابسة أزرق من الألوان المثالية اللي هو اللون الأورنج لما يتحط فوق العين بيظهر جمال العين أكتر أكتر البني نبعد تماما عن ألوان البني نحط مثلا الألوان اللي جاء على الزيتيات والأخدارات بدرجاتها كمان بيظهر جمال لون أهم حاجة الناس ما تخافش من الألوان لأن معظم الناس بتخاف من الألوان وأنا طبعا أحب دايما يعني أوجه الموضوع دوت لأي حد إنه هو كميكوب أرتيس إنه هي نفسها لازم تحب كل الألوان لأن مختلف الأزواء كلها مختلفة فأنا ما أقدرش إن أنا أعمش بس بزوئفين ممكن ناس بمجرد نتكلم عنه الأزرق تخاف لا هو عادي جدا بيبقى داخل بشفافية بحيث أنه لازم أعمل هارموني الهارموني دوت مطلوب مني إن أنا أركز في كل الأدوات الموجودة وعلى أساسها أبدأ أتعامل مع الوش وأظهر جماله من خلال الألوان حضرتك ذكرت حاجة مهمة جدا إن فيه فعلا ناس بيعتمدوا ألوان معينة عشان خايفين يجازفوا يختاروا ألوان تانية ما تبقاش كويسة معهم أو مناسبة لهم هو عموما عموان فيه يعني بالنسبة للنقطة دي بالذات إحنا نقول برضو ننوه عن النقطة دي بمعنى إني أكيد مثلا لو بنته صغيرة من عمر 14 ل 17 مثلا وحب تعمل ميكب إحنا ما نختار لهاش أبدا ألوان تظهرها أكبر من سنها فبنختار مثلا اللي هي الألوان كلها اللي جاي على روز اللي هي بتحس إنها طالعة زي باربي تبقى محافظين على سنها واحدة تانية أكبر مثلا في السن أكيد مثلا بيكون فيه مثلا بعض علامات التجاهيد فمنجيش نستردم الألوان الشايني اللي تظهر أكتر ألوان اللمعة اللي تظهر أكتر التجاهيد فلنبقى حارسين يعني أحنا نبقى بالميكب ممكن نبقى وردين بنا من كل حالة أو آه يعني نختار الميكب اللي هو بيناسب عمره واحدة مثلا مش جريئة مثلا ومنها اللي هي بتتكسش جدا أو تحبش الحاجات القوائم أو تحبش تتزعج لو قلتنا أنا أحطي لك أزرق أو أحمر أو أقدر فدي أفضل حاجة نبقى فاهمين برضو الشخصية كويس ونعرف نتعامل معها ونرديها ونديها ألوان اللي هي عايزها ونختار ألوان تكاد أنها مش موجودة يعني مثلا الألوان النود الألوان البجات وبنقدر في نفس الوقت نرسم رسومات حلوة وهدية تتناسب مع شخصية أهم حاجة تبقى هي راضيها هي كمان يعني أنت هيجيلك اللي بيحب كمان برضو الميكب القوي جدا عادي ما فيش أي مشكلة في رسومات اللي عليها نقدر نعملها ما فيش أي حاجة طالما أنا تفاهم كويس الشخصية اللي قدامي اوه ده فرق برضو الميكب حالك تكون دارس او حد مش بروفاشنال مش هيعرف يتعامل في المواقف دي خالص اكيد اكيد يا مستر برضو أنا عايزة أتكلم في حاجة أشكال الوشوش المختلفة كل شكل وش بيكون أكيد لي رسمة كنتور معينة اكيد فحضرتك وضح لينا في النقطة دي إزاي كل واحدة تعرف شكل وش يعني أنا شكل وش إيه رسمته أنا بيتهيق لي أنه هو شوية دائري شوفي هو مش هتفرق على قد أي شكل موجود من أشكال الوجوه بأشكالها كلها يعني مثلا فيه الواجه المربع فيه الواجه المستطيل فيه الواجه المسلس لأعلى مسلس لأسفل واجه الكومتري فيه أشكال كتير من الوجوه لكن أهم وجه هو الوجه البيضاوي القصير اللي هو ده الوجه المثالي دايما قاعدة الميكب بتوضح لنا إيه أفضل شيء مثالي أو أفضل شكل مثالي أو أفضل ألوان مثالية فإحنا دايما بنمشي على نفس الخط ده فبنلاقي إن الأوفل شورت اللي هو الوجه البجضاوي القصير هو ده اللي إحنا من خلال الشيديم والهايلايت اللي هو الكنتور اللي هو اللون الفاتح واللون الغامئ هما دول إحنا بنحاول نوصل أي وجه موجود عندنا للوجه البجضاوي القصير طبعا أشكال الوجوه كتير فإحنا بنركز أكتر حاجة نعرف أنواع الكنتور إيه فيه نوع من الأنواع بيكون كنتور كريمي فيه كنتور باودر وفيه كنتور طبعا لامع للصهرات والمناسبات طب هو كل حاجة فيهم لي أستخدام معين ولا أنا مثلا ممكن كعروسة أو بنت رايحة أي مناسبة أقدر استعمل أي كنتور فيهم ولهو فيه بشارات معينة ينفع معيها الباودر فيه بشارات تانية ما ينفعش معيها غير الكريم بالضبط باللقي مثلا البشرة الجفة أفضل شيء أنه نستخدم لها كنتور كريمي البشرة غير الجفة اللي هي المختلطة غير المختلطة العادية لا فيه بشرة جفة بنستخدم لها كنتور كريمي أكيد وفيه بشرة دهنية لازم نستخدم لها كنتور باودر على عكس على عكس على عكس بالضبط كده وفيه كمان الكنتور اللامع ده أكتر حاجة بنستخدمها طبعا للصهرات المناسبات وبيكون أفضل حاجة عشان ما نغمقش قوي بالكنتور الغامق فبنستخدم حاجة بتدي لامعة في نفس الوقت العروسة كمناسبة ونحدد ملامح الواجه برضو بالكنتور بس أعتقد لو فيه مسامات أو حبوب أو أي عيوب بالبشرة مش حينفع للكنتور اللي هو اللامع نستخدمه ولا عادي ما فيه فيه أي مشكلة لا لو فيه حاجات إحنا ما قدرناش نخفيها بنستخدم باودر كنتور باودر أكيد بس طبعا ما يبقاش فيه زي ما أنت قلت كده فيه مسامات واسعة واجه أحط اللامع فبيبقى أكتر فدي حاجات بنحاول أن احنا نزبطها بحيث أنها تطلع بشكل ضائق في الآخر كمناسبة أكيد ينصر طيب مستر برضو عاوزة أتكلم مع حضرتك عن أشكال الرمش المختلفة هل أنا ممكن أي شكل رمش حلائي ممكن ألبسه وأحطه للمناسبة حيبقى مناسب لي ولا لازم فيه رولز أو حاجات كده بمشي عليها عشان نختار الشكل الرمش المناسب لي طبعا بالنسبة للرمش أكيد كل رمش بيناسب على حسب شكل عين يعني إحنا أهم حاجة بنتعرف على الرمش اللي إحنا هنستخدمه إزاي أول ما بيلاقي إن فيه مسافة المسافة اللي مبينة العين كبيرة فهنا بنختار رمش طويلة من قدام وطويلة من وراء علشان نحاول إحنا نقرب المسافات لو واحدة المسافة اللي ما بينها وما بين العين التانية قريبة قوي بنستخدم رمش قصير من قدام وطويل من وراء عشان نوسع المساحة اللي موجودة في مصر طبعا بيبقى فيه خطوات يعني مفروض إن إحنا عشان نطلع لكم مزبوط بالنسبة للعين لازم كمان نتكلم كمان أكتر على الجفون الجفن المتحرك بالضبط عايزين نعرف أشكال برضو الجفن السابت الجفن المتحرك عادة لو كل ما كانت مساحته صغيرة ماينفعش إن إحنا نعمل أيلانر عريب أنا لست كنتحكلم مع حدثة في الموطة دي لإن فيه ناس مثلا أنا لو ميكاب أرتست وبنت جايالي بتبقى عاوزة أنا لأ هحط أيلانر طب مش حينسبك عينك مساحتها صغيرة لأ أنا عايز أيلانر هل الأيلانر يناسب أي حد ولا فيه فعلا عيون ماينفعش معها خالص أيلانر لأ هي بتبقى بدقة أكتر يعني إحنا ممكن نقول إيه حتى العيون اللي هي مسافتها الصغيرة قوي ممكن على ضقها نعمل خط رفاية قوي على خط الرمش وكل ما كانت فيه مساحة في الجفن المتحرك موجودة أقدر أعرض الآيلانر بتاعي لكن ما أقدرش أخفيه تماما لأنينف ناس بقى مساحتها صغيرة ولو عاملت آيلانر عريض كده أنا لغيت التطلق أو يعني التطلق بتاعتها ما بقتش مزبوطة لأن العين كلها بقت بين منها بس جفن ثابت لأ لازم أكون حريصا أنا أظهر الجفنين وأقدر أعمل رسومات كمان من خلال الشيء دوت إن احنا نظهر الجفن المتحرك بمساحة حتى لو كانت المساحة اللي فوق أكبر نحاول إن احنا من خلال الرسومات دي نظهر الجفن الثابت قد الجفن المتحرك أكيد يوسر برضو عاوز أعرف من حضرتك نتكلم شوية بخصوص إن احنا خلاص في السيف وده يعني فيه بنات كتير بتبقى عندها مناسبات فيه بنات كتير بتكون عرايس فعايزين نعرف إيه الألوان اللي طلع موضة في الميكاب عموما وإيه الألوان اللي نبعد عنها أو مش موضة أو خلاص قدمت قريدي هو الأمانة كل الألوان الجليتري والشمري بجميع ألوانها المبهجة في السيف طبعا بس دي مستر كتقديم يعني أعطت إن هي كتقديمة رجعك موضة تي مازالت موجودة لإن هي يعني قدرت من خلال الشيء ده توضح أكتر الجمال بالنسبة للرسومات العين كألوان كألوان مبهجة طيب مستر أنا برضو عاوز أعرف إزاي أقدر ألعب على ملامح الوش لو عندي عيون ديقة قوي لو عندي مثلا الأنف كبيرة شوية لو عندي خد يبانن هو شوية مش مرفوع إزاي بأقدر بالميكاب بلعب على ملامح الوش تامن إحنا عادةً الكنتور بيقوم بكل الوظائف دي يعني حتى الحواجب بنعملها كنتور الشفاية بنعملها كنتور العيون بنعملها كنتور تفاصيل الوش التفاصيل العظمي بتعملها كنتور بمعنى إيه؟ بمعنى أن لو دخلت الفاتح والغامق لو وحدها عيونها قريبة قوي وبدأت أفتح من الحواجب من قدام وغمق من وراء أنا كده عملت كنتور للحواجب العين المناطق العميقة بحط لها ألوان فتحة لمناطق البرزة بحط لها ألوان غامقة فأنا قدرت أعمل الشكل اللي تناسب مع شكل العين دي الأنف لو قصيرة بطولها لو طويلة بأسرها ودي برضو بالخدعة بأننا إزاي بقدر أعمل كنتور الغامق فين؟ الفتح فين الشفايف الصغيرة نفس الشيء بقدر أرسمها بطريقة أن أنا أحط حواليها الغامق وفي النص الفاتح سيبرز الشفايف زي قد أن إحنا كمان بيكون فيه هنا كنتور علامة أساسية نحنا نبرز بها الشفايف لبرد طبعا بقى أكيد طبعا فيه مواطن جمال موجودة في الوش يعني مثلا عدم التركوة دي من علامات الجمال طبع الحصن بيكون علامة من علامات الجمال النمش دي علامة من علامات الجمال المفوضة أن إحنا كمهنة لازم نبقى عارفين ده ودايما نبقى بنظهر مواطن الجمال ده بالشكل اللي بيها أكيد مستر وردو بخصوص الألوان وإحنا بنتكلم عموما في الميكب الشفايف الكبيرة أو الصغيرة كل نوع من الشفايف دي أو كل على حسب حجمها بيبقى ليها ألوان مؤينة أكيد طبعا يعني أكيد أهم حاجة كل ما هو شفايف كبيرة ممتلئة يبقى لازم نحن نستخدم لها ألوان غمقة ونبعد تماما عن الجلوس والألوان الفتحة أكيد لو شفايف وسط بتاخد ألوان وسط لو شفايف رفعيها أو الصغيرة بنعملها ألوان فتحة ونحط الجلوس ده بيدي فوليوم للشفايف أكيد طب مستر أنا برضو عاوزة أتكلم أكتر بخصوص أن أي ميكب أردست بيكون مبتدئ إزاي حيقدر يكون بروفاشنال في المجال ده إيه الأدوات بتاعته إيه الأكاديمي عموما أحد ساعده فيه إزاي بتقدر تخليه يبتدي حياته المهنية في المجال ده خصوصا أن طبعا المجال زي محررتك قلت بقى منتشر جدا في مصر فيه أسامي كتير بتنافس فهو إزاي هيقدر يتميز بشغله في المجال يعني مثلا إحنا هقول حررتك حاجة خلينا نعرف الكلام ده بس نطلع فاصل ونعرفه بعد الفاصل إن شاء الله أكيد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة